الحصول على الرعاية الصحية أمر بات ممكن لخالد بعد إعادة تهيل المركز الصحي القريب من مسكنه لتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق خالد وآخرون في منطقة أبي طيبان غربي الرمادي صار بإمكانهم تلقي الخدمات الطبية في المركز الصحي للرعاية الصحية الأولية بعد إعادة بنائه وتجهيزه بالمعدات الطبية جي لك سارة 25 فتروح لو تلقي الرمادي أتأخذ لك تحليل لو تأخذ لك الشاعة يعني أنا ذاك اليوم جران العوضة أحدها ولادة جاهيت بعد ما امتهت المرة فردنا وقمنا لدور جدادة بالعرب ما تلقي تروح لو تلقي الرمادي لو تلقي الرمادي فقط الساعة قبل ما تلقي الرمادي تلقي تبط الساعة فما أكو منطقة يعني ما يتفردنه وتقول إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في العراق التي أشرفت على إعادة تهيل المركز إن المشروع نجح في توفير مرافق حديثة وخدمات صحية لثمانية آلاف شخص وهو جزء من التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأهداف المشتركة داعمة لشراكة الأمريكية العراقية الرمية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق يقدم هذا المركز الخدمات الصحية لثمانية آلاف شخص نسفهم من النساء وقدم تميله بسخاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 350 ألف دولار وهو جزء من برنامج أكبر لبناء أو إعادة تأهيد المرافق الصحية في جميع أنحائلها وخلال السنوات التي أعقبت تحرير المحافظات من سيطرة تنظيم داعش بيّنت إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في العراق أن الدعم الدولي للقطاع الصحي في تلك المناطق شمل حتى الآن إعادة تأهيد أو ترميم ما يزيد عن 578 مركزا صحيا بدعم أمريكي سخي تحول هذا المكان من ركام إلى مبنى عصري متكامل كجزء من الالتزام المجتمع الدولي بتحسين مستوى الرعاية الصحية لسكان المدر الإعراقية المتضررة من الحرب على الإرهاب ويان حمد الحراء الأنبار